اشتركوا في القناة نبدأ أولا بملاحظة الصورة ألاحظ وأتوقع أصف الصورة المرافقة للعنوان ماذا يقول الطفل للحاسوب وماذا يقول الحاسوب للطفل إذن يمكن أن نقول بأن الطفل يطرح أسئلة على الحاسوب وكذلك ماذا يقول الحاسوب للطفل يمكن أن نقول بأن الحاسوب يقدم أجوبة للطفل والآن نمر إلى قراءة النص سالم والحاسوب كان سالم يتجول مساء مع أمه في أزقة المدينة توقف أمام واجهة محل لبيع الأجهزة الإلكترونية لأنه أرد اقتناء حاسوب محمول رأى واحدا صغير الحجم فدنا منه ليقرأ ثمنه قائلا في نفسه لعل هذا الصغير يكون ثمنه في متناولي تراجع سالم إلى الوراء تراجع الخائف لأنه صعق من سعره الباهد فقال هل يستحق هذا الحاسوب الصغير هذا المبلغ الكبير؟ وإذا بالحاسوب الصغير يرد ردا قويا وهو ممتلئ غضبا أنا لست صغيرا كما تظن أنا حاسوب عملاق لا نظير لي في أي مكان آخر ولهذا تجد ثمني غاليا ألا تخجل من نفسك؟ كيف تدعي أنك عملاق وحجمك صغير لا يتهدى عشرين سنتيمترا طولا على خمسة عشر سنتيمترا عرضا؟ أعرني أذنيك قليلا ليست تفوق بالكبر ولا بالصغر في الحجم وإنما بالعمل والجد والنشاط والدقة وأنا برغم حجم صغير فإن دماغي كبير وما الفرق بينك وبين الحواسيب الأخرى؟ يكمن الفرق في سرعة الفائقة عند إجراء العمليات الحسابية وفي قدرتي على تنفيذ العمليات تنفيذا سريعا هذا شيء مذهش مذهش حقا لكن بماذا تفيدنا قوتك وساعتك وسرعتك ودقتك؟ إنني أفيد في مجال الأحوال الجوية وفي تسيير وتدبير المقاولات وفيما يطرأ فجأة من فيضانات وإعصارات وزلازل وبراكين كما أنني أفيد الشركات والباحثين فائدة كبرى في إعداد الخرائط والرسوم البيانية والصور والأشرطة وغيرها أما أنت يا ولدي فإني أفيدك في مراجعة دروسك والبحث عن معلومات حول الطبيعة وبلدان العالم وأفيدك في تعليمك لغة أجنبية وأسليك بألعابي وأساعدك على التواصل مع أصدقاء عبر أنظمة وتطبيقات التواصل التي أتوفر عليها عبر الأنترنت والسكايب والتويتر والفيسبوك أعترف لك بأنني أقف أمام عملاق حقا لأنك أقوى وأسرع جهاز حاسوب في العالم رأته عيناي وسمعته أذناي برغم حجمك الصغير جدا فيال فرحة صاحبك بك اعتراف أعتز به يمكنك الاستفادة من خدماتي لكن لا يجب أن تسرف في استعمالي بل عليك أن توزع وقتك اليومي مثلا حصة للمراجعة والدراسة وأخرى للعب في الهواء الطلق ووقت للاستمتاع في جلسة مع أسرتك وأصدقائك وصديقاتك ووقت لقراءة كتاب مفيد وإذا استعملت ما أتوفر عليه من وسائل الاتصال وجب أن لا يكون ذلك إلا مع أشخاص تعرفهم وتثق بهم وأن يكونوا في سنك ولا تروج صورك الخاصة وصور أسرتك وأصدقائك فإن تقيت بهذه القواعد تقيذا تاما فإني صديقك ورهن إشارتك كي أرافقك وأعينك وأسليك ننتقل الآن إلى أفهم وأحلل السؤال الأول أكمل العنوان بما يناسب سالم والحاسوب صديقان رفيقان عدوان متخاصمان يلتقيان كل يوم يمكن أيضا أن نقول سالم والحاسوب يتناقشان دائما وأيضا سالم والحاسوب يستمعان لبعضهما السؤال الثاني أكمل شبكة المفردات الخاصة بالحاسوب إذن لدينا ملفات ذاكرة مفتاح التخزين لدينا أيضا شاشة شاشة الحاسوب لدينا أيضا فأرة لدينا أيضا لوحة المفاتيح وأنظمة أو نمر الآن إلى السؤال الثالث أحدد معنا كلمة نظير في كل جملة هذا لاعب لا نظير له إذن نظير في هذه الجملة تعني لنا لا مثيل له هذا لاعب لا مثيل له أهداني أبي دراجة نظير اجتهادي إذن نظير في هذه الجملة تعني مقابل اجتهادي إذن أهداني أبي دراجة مقابل اجتهادي رابعا أحدد ما يأتي أين كان سالم لماذا ذهب إلى هذا المكان هل وجد ما يبحث عنه إذن الإجابة من النص إذن كان سالم يتجول مساء مع أمه في أذقة المدينة لماذا ذهب إلى هذا المكان ذهب إلى هذا المكان لأنه أراد اقتناء حاسوب محمول هل وجد ما يبحث عنه نعم وجد ما يبحث عنه نمر الآن إلى السؤال الخامس يتميز الحاسوب الصغير بمميزات خاصة عن الحواسيب الكبيرة ما تلك التي ذكرت في النص إذن ذكرت في النص العديد من الفوائد العديد من المميزات الخاصة بالحواسيب الكبيرة والصغيرة إذن ما تلك التي ذكرت في النص الحجم صغير سرعة التنفيذ فوائد اقتصادية خزان المعطيات تنزيل البرامج والتطبيقات نعم، سادساً، أصل ما يتوفر عليه الحاسوب بالفائدة المناسبة له التطبيقات لهدف التسلي الأنترنت لهدف التواصل الفيسبوك لهدف التواصل السكايب لهدف التواصل أيضاً نمر الآن إلى السؤال رقم سبعة كيف يوزع سالم وقته إذن كما ذكر في النص فهو يوزع وقته على هذا الشكل حصة للمراجعة والدراسة وأخرى للعب في الهواء الطلق ووقت للاستمتاع في جلسة مع الأسرة وأصدقائك وصديقاتك ووقت لقراءة كتاب مفيد إذن أعيد حصة للمراجعة والدراسة وأخرى للعب في الهواء الطلق ووقت للاستمتاع في جلسة مع الأسرة والأصدقاء والصديقات ووقت لقراءة كتاب مفيد ثامناً ما النصيحة التي لم يقدمها الحاسوب لسالم إذن في هذا النص قدم الحاسوب لسالم عدة نصائح من بينها بأن لا يتصل مثلاً بأشخاص مجهولين مجموعة من النصائح ذكروا في هذا السؤال عدة من النصائح لم يقدمها الحاسوب لسالم من بينها لا يدخل مواقع خاصة للكبار وأن لا يلعب ألعاباً عنيفة في حين جميع هذه النصائح ذكرت في النص تاسعاً أرتب في جدول مزايا الحاسوب ومخاطره التي قرأت عنها في النص وأناقشها إذن ذكر في النص مزايا الحاسوب وكذلك مخاطره إذن من مزايا الحاسوب السرعة الفائقة عند إجراء العمليات الحسابية الدقة في تنفيذ العمليات تخزين المعطيات تنزيل البرامج والتطبيقات المساعدة في الدراسة البحث عن معلومات في شتى المجالات التواصل مع الآخرين والتسلية بينما مخاطر الحاسوب فهي عديدة منها التأثير السلبي على صحة الإنسان والتسبب في عدد من الأمراض إذن الإفراط في استعمال الحاسوب كي أتر صلباً على صحة الإنسان الإدمان على الألعاب العنيفة التواصل مع الغرباء والمجهولين المضايقة والتحرش الاعتداء على الحياة الخاصة أذكر أمثلة عن خصائص الحاسوب الصديق للأطفال الحاسوب الصديق للأطفال لهدف التعلم والتواصل والتسلية والابتكار لهدف التعلم فهو يساعدنا في الدراسة بهدف التواصل فنحن نتواصل مع الآخرين ونتبادل الأفكار والمعلومات بهدف الابتكار مثلاً كالإبداع بهدف التسلية نتسلى عبر تطبيقات تنمي الذكاء نمر الآن إلى السؤال رقم 11 أشخص مع زملاء وزميلاتي مشهد مصرحية بين الطفل والحاسوب إذن يمكن أن نشخص هذا النص الذي قرأناه إلى مصرحية بين الطفل والحاسوب وأخيراً أبحث أبحث عن أسماء أجزاء الحاسوب إذن أجزاء الحاسوب هي الفأرة لوحة المفاتيح وحدة مركزية الكاميرا الشاشة هذا كل ما يتعلق بهذا النص أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو آخر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر